في أعماق البحر انطلقت السفينة الغواصة في رحلة جديدة إلى أعماق البحار وعلى متنها الأصدقاء الثلاثة هايثم وسامي وسلمة كانت الرحلة تسير سيرا طبيعيا حين سمع جميعهم صوتا غريبا يأتي من بعيد صوتا رهيبا لأحد الكائنات البحرية العملاقة استمعت سلمة وايا الخبيرة بعالم البحار جيدا إلى الصوت ثم انتفذت من مكانها صائحة إنه الحوت الأزرق العملاق وهو من الحيتان العديمة الأسنان لسانه فقط يعادل وزن فيل كبير ويجب أن أغتنم هذه الفرصة وألتقط له بعض الصور قالت ذلك ثم ارتدت ملابس الغطس المجهزة بأحدث الآلات الإلكترونية قفزت سلمة إلى الأعماق وظلت تسبح هنا وهناك تبحث عن ظلتها إلا أن أسرابا من الحوت السفاحي غيرت مزاجها وجعلتها تفكر في النجاة بجلدها فاتخذت لنفسها مكانا منزويا يقيها الخطر انتبه هيفما وسامي قلق شديد لقد غابت سورة سلمة ولم تعد تظهر على شاشة المتابعة أين هي يا ترى؟ هل حدث لها مكروه؟ أكتشفوا وأفهم أولاً أقرأ المقطع التالي ثم أتصور بقية الأحداث كانت الرحلة تسير سيراً طبيعياً حين سمع هيثم وسامي وسلمة صوتاً غريباً يأتي من بعيد صوتاً رهيباً لأحد الكائنات البحرية العملاقة الإجابة كانت الرحلة تسير سيراً طبيعياً حين سمع هيثم وسامي وسلمة صوتاً غريباً يأتي من بعيد صوتاً رهيباً لأحد الكائنات البحرية العملاقة تملك ثلاثتهم فذول كبير في معرفة هذا الكائن حتى قرروا الغوص أكثر في أعماق البحر وكلهم شوق لمشاهدة صاحب هذا الصوت لا بد من أنه حيوان ضخم لم يخمم أي منهم في خطورة الأمر بقدر ما أدركوا أن رحلتهم ستكون من أرواعها إن تمكنوا من مشاهدته مثل هذه اللحظات في أعماق البحر وعيش المغامرة بحذافيرها ثانياً أقرأ النص قراءة صامتة ثم أستخرج منه ما يدل على تعود الأصدقاء ركوب البحر الإجابة انطلقت السفينة الغواصة في رحلة جديدة إلى أعماق البحار وعلى متنها الأصدقاء الثلاثة هايفم وسامي وسلمة ثالثاً هل كانت عملية الغطس مبرمجة؟ أعلل إجابتي بقرينة من النص الإجابة لا، لم تكن عملية الغطس مبرمجة ثم انتفذت من مكانها صائحة إنه الحوت الأزرق العملاق وهو من الحيتان العديمة الأسنان لسانه فقط يعادل وزن فيل كبير ويجب أن أغتنم هذه الفرصة وألتقط له بعض الصور قالت ذلك ثم ارتدت ملابس الغطس المجهزة بأحدث الآلات الإلكترونية قفزت سلمة إلى الأعماق وظلت تسبح هنا وهناك تبحث عن ظلتها رابعاً هذه أعمال قامت بها سلمة أرتبها حسب تعاقبها في الزمن سبحت سلمة تحت الماء ارتدت سلمة ملابس الغطس اختبأت سلمة في مكان منزو ارتمت سلمة في البحر الإجابة ارتدت سلمة ملابس الغطس ارتمت سلمة في البحر سبحت سلمة تحت الماء اختبأت سلمة في مكان منزو خامساً أعيد كتابة ما يأتي معوضاً ما تحته سطر بما يفيد المعنى نفسه انتفذت سلمة من مكانها انتبه هيثماً وسامي قلق شديد الإجابة نهضت سلمة من مكانها تملك هثماً وسامي قلق شديد